أمسية طيبة للجميع مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى هذا اللقاء تنبيه من المستوى الثاني عن تساقط كمية معطبرة من الأمطار بداية من ظاهرة اليوم وإلى غاية أمسية اليوم إن شاء الله بكميات تترحمة بين العشرين لغاية ربعين مليمتر على كل من ولاية لاوات ولاية الجلفة المسيلة كذلك المدية البويرة بورج بوري ريج سطيف جيجل بجاية تيزيوزو بومرداس العاصمة بليدة تيبازا وحتى على ولاية عين الدفلة أما خلال يوم الغد دائما أقول تبقى نفس الوضعية الجوية ستتكرر على المناطق الشمالية حسب تحديثات لنماذج الرقمية هناك سحب تدور حول المنخفض القطعي إذن سحب ستنتشر تقريبا على كافة المناطق الشمالية أمطار على شكل زخات رعدية مرفوقة بحبات من البرد أقول على المرتفعات والهضابة الأمطار الرعدية ستمتد إلى غاية شمال الصحراء ما يخص درجات الحرارة خلال ليلة اليوم إن شاء الله تترح ما بين 12 إلى غاية 19 درجة على الوجهة الشمالية ننتظر 18 درجة لولاية غردية 23 درجة لتيندوف ترتفع إلى غاية 29 درجة على أقصى الجنوب أما خلال ظاهرة الغد إن شاء الله تراجع لدرجات الحرارة على الهضاب والأطلس الصحراوي مع 18 درجة لولاية الجلفة والأغواط نفس الميقس على المشيرين عمو والبيض مقاييس ما بين 27 درجة 21 درجة على الوجهة السحلية ننتظر 23 درجة لولاية غردية 23 درجة لتامنة راست 22 درجة لتيندوف لكن ترتفع إلى غاية 29 درجة على أقصى الجنوب البحر خلال يوم الغد إن شاء الله يبقى من هادئ إلى قليل اتراب تقريبا على طول شريط السحلير يحمو تديل غربا لكن ضعيفة على الوجهة السحلية الوسطى وكذلك الشرقية والبقية تقول إن شاء الله خلال يوم الجمعة تواصل لتسقط أمطار على المرتفعات والهضاب على شكل زخات رعدية تكون أحيانا معتبرة سحب ستنتشر على الوجهة السحلية رعود منعزلة على مناطق الجنوب الغربي درجات الحرار في استقرار خلال نهاية الأسبوع سحب عابرة بدون فعالية ستخص تقريبا كافة المناطق الشمالية رعدية على مناطق الجنوب الغربي بداية الأسبوع إن شاء الله القادم اضطراب جوي سيخص تقريبا كافة المناطق الشمالية أمطار إن شاء الله على شكل زخات ستخص السواحل وحتى على المرتفعات والهضاب لتمتد إلى غاية شمال الصحراء درجات الحرار في تراجع خاصة على المرتفعات والهضاب عن وقت غروب الشمس اليوم الغد على مصر العاصمة إن شاء الله سيكون به حول الله في تمام السادسة 24 دقيقة ترجمة نانسي قنقر